جدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من تنانا وعرفان الكويت للتضحيات التي قام بها الجنود البريطانيون في حرب تحرير الكويت من قوات نظام صدام حسين إبان الغزو حفلة تكريم أقيم بمقر السفارة الكويتية في لندن بحضور أعضاء الوفد المرافق والسفير لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان وقال الغانم أنه سيصادف العام المقبل الذكرى الخامس والعشرين للتحرير وستشكل معلما من معالم الطريق الطويل من العلاقات التاريخية بين الكويت وبريطانيا الممتدة لأكثر من قرنين من الزمان شرف عظيم لي أن أكون بين هؤلاء الأبطال الذين قرروا بكامل وعيهم وبلا تردد التضحية بحياتهم لتحرير بلد الكويت من القوات التابعة لنظام صدام حسين وبسبب تضحياتهم عادت الكويت بلدا مزدهرا وآمنا كما نعرفها اليوم ضيوفنا ستحل الذكرى الخامس والعشرين لتحرير الكويت في العام 2016 وستشكل معلما من الصداقة بين بلدينا ونحن في الكويت نفتخر ونقدر هذه الصداقة ونحن في الكويت نفتخر ونقدر هذه الصداقة بين بلدينا ونحن في الكويت نفتخر ونقدر هذه الصداقة بين بلدينا